على كل حبيبيل في قناة عالم النوعات من ورني واتمنى يا رب تكونوا القناة بتعجبكم تعالوا بقى نشوف الخبر اللي غريب ده معانا بصراحة مفاجأة كبيرة جدا بعد تصراحاته المسيئة مونة فاروق تفجر مفاجأة بخصوص أزمتها مع شيء يسمين عبد العزيز تعالوا يا رب بقى تفصيل ونعرف إلا حصل قامت الفنانة مونة فاروق برسال رسالة نصير للفنان واقل عبد العزيز شيء الفنانة يسمين عبد العزيز أكدت من خلالها أن الحساب الذي قام بسبه ليس حسابه وجاء نصر رسالة كالآتي مساء الخير يا وائل أنا مونة فاروق حبيت بس أوصل لك رسالة الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال كلام على لساني وانت رديت بكلام جارح في حقي ده أكونت غير حقيقي وأنا ما عنديش حساب على الفيسبوك وأنا ما ليش أي علاقة بالموضوع ده وهذا للتوضيح فقط بينما قام وائل بنشر الرسالة وعلق عليها قائلا تمام وأنا آسف ولازم تبلغي عن أكونت الفيسبوك ده لأني معروف متداول ما بين الناس ومعروف إنه بتاعك بكرر أسفي وشلت البوست وهطلع وهطلع اعتذار رسمي الصبح للصحافة يذكر أن بدأت الأزمة بين كل من وائل عبد العزيز ومونة فاروق عندما شارك وائل عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع تواصل اجتماع فيسبوك يهاجم فيه مونة فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها في الفترة الأخيرة وقال وائل عبد العزيز هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك عندي سؤال مهم ليكي هو أنت مش كنت هلسه هتمتحر من كام يوم صحيتي فجأة تركبي تريند حسبي الله ونعم الوكيل ان غدر لنظره قريب ومن ثم كتب زمن الإزبور إما غيرت الرجال على أهل البيت بقى عيب وجاء ذلك الهجوم بعد المنشورات التي وصلته من الحساب المزيف طبعا يا حبيبي زي ما احنا شوفنا القصة كاملة هيت ده كل اللي حصل ومن فاروق طلعت قالت المفاجأة يعني بقى أن من فاروق طلعت وقالت يا جماعة ده مش حسابي ونمديش أي علاقة به خالص ترجمة نانسي قنقر